بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم في كل وقت وحين اللهم آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مديا وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور صدق الله العظيم إن موضوع التكذيب بالوحي الحقيقة إنه موضوع أديم حديث بيأخذ أشكال وصور كثيرة جدا متنوعة ولها قوالب عديدة بتقدم من خلالها وحينما يذكر القرآن الكريم لنا شيئا إنما يذكره لمرام كثيرة من بينها أن هذا المذكور الذي يذكره القرآن ويهتم به القرآن الكريم في موضوعاته بيدي إشارة إنه سيتكرر أمام المسلمين زي قضية إنكار الوحي المذكورة في سورة الحج فإذا ما نبه القرآن الكريم إلى قضية إنكار الأمم السابقة للوحي وتكذيبهم لأنبيائهم صحيح إنه هذا الذكر والتذكير بهذا الموضوع تسلية لفؤاد النبي عليه الصلاة والسلام وأن القرآن الكريم يقص علينا قضية التوحيد وفي ذات الوقت ينبه إلى ما يعرض إليه من مواضيع مهمة وجب على المسلمين كقضية إنكار الأمم السابقة للوحي وجب على المسلمين أن يعدوا عدتهم المناسبة لكل ميدان سيهاجم فيه الوحي الشريف ويكذب فإن الله تعالى لما خلقوا وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير كما خاطب الله تعالى نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم فقد خاطب الأمة الإسلامية وأنذر بكلامه العالمين لأنه كما وقفت أو وقف مشركوا قريش موقفهم ذلك من القرآن إنكاروا وتكذيبوا واعتبروا شعر أو سحر أو كهانة أو أضغاث أحلام أو إنه من أساطير الأولين وزي ما قريش رموا صاحب الرسالة بالافتراء عليه وبالكذب مروا وبالتهموا بالجنون تارة أخرى ويدوروا كده معلوماته دي ولا القرآن ده هو جايبه مني يدوروا عن معلوماته من أي مصدر في الأرض يأتى بها إنكاراً وتعمداً في إنكار الوحي زي ما قريش ما صنعت ذلك مع رسول عيسى والسلام والرسالة كانت جهود الاستشراق لا تخرج عن هذه التوجهات والمطامع العديدة الاستشراق مدرسة فكرية من أجانب علماء وباحثين درسوا المعارف والعلوم الخاصة بالشرق درسوا لغوات الشرق وأداب الشرق وفنون الشرق وأديان الشرق عكفوا على الأماكن اللي عايزين يستعمروها ويسيطروا عليها ويبقى لهم يد من خلال ثقافة الشعوب فكانت مراكز ومدارس كبرى في الاستشراق مجموعة من الرجال العلماء والباحثين يبحثون في علوم الشرق بمختلفها وبالذات الدين الإسلامي كانت لهذه المدارس العلمية أغراض كتيرة وكتب عنها كثير من أهل العلم والتحقيق ما لهمش غرض واحد من وراه مش الغرض أنهم يوصلوا للحق قلة جدا من أهل الاستشراق وهم العلماء الأجانب اللي خاضوا يتعلموا أو سعوا ليتعلموا الدراسات الشرقية لغتها وأدبها وفنونها وأديانها عشان يوصلوا في النهاية إلى أنهم إلى الحق الذي يبحثون عنه أو لغرض الدراسة والفهم قلة جدا لكن أغلب مدارس الاستشراق أنها كانت لها أغراض الشيء اللي أنا عايز أو أود أن أنبه إليه هو إنه كما ظلت قريش تمكر الوحي وتكذب بالقرآن كذلك سعى المستشرقون الذين كانوا يعتبرون القرآن الكريم من تأليف نبي الإسلام هكذا كانوا يرددون وما زالوا يرددون وساعد جهود الاستشراق في إثبات ذلك بكل ما أوتيت من قوة محاولة منهم لطمس أنوار الوحي عن طريق إنهم سعوا إنهم عن طريق إثبات بشرية القرآن يعني إيه يعني يعني عايزين يقولوا إن القرآن من تأليف نبي الإسلام وليس وحي من السماء فعملين يسعوا إلى ده بكل وسيلة ليتسنى لهؤلاء أو اعتقدوا إنهم يقدروا يطفئوا نور الله وقد قال الله سبحانه وتعالى يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون لذلك فإن السعي لإيهام الناس بإن السنة لم توثق توثيق القرآن الكريم أو إنها ليست المصدر الثاني في التشرية هو نفس كلام كثير من المستشقين وهو محولة جديدة للطعن في القرآن الكريم لكن دخلين للطعن من خلال الطعن في السنة النبوية المطهرة فلينتبه إلى ذلك أهل البحث والعلم الشرفاء ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون مداخل كثيرة وجديدة ومتنوعة بيدخل من خلالها بيستغل في ذلك ما قيل قديما وما يقال حديثا للانقضاد وللطعن في القرآن الكريم لإنها أكد الذي حمل إلينا السنة النبوية المطهرة ووضع هذه المناهج العلمية الدقيق في نقل السنة إلينا الرجال الذين قاموا بذلك اختبار هذه الأحاديث من جهة السند ومن جهة الدراية هم نفسهم أو هم أنفسهم الذين قاموا بنقل القرآن الكريم إلينا فإذا طعننا في السنة فقد طعننا في القرآن الكريم وهذا ما يصنعه المستشرقون ومن وراء هؤلاء المستشرقين إن المستشرقين في دراستهم للإسلام والقرآن الكريم بمختلف مشاربهم ومدرسهم وانتماءتهم والأماكن الجغرافية العديدة اللي بينتموا إليها وكانت أغلبها دايرة ما بين ألمانيا وإيطاليا وانجلترا من أوروبا وغيرها كذلك الحقيقة هم بينقسموا إلى عدة طواقف وأصناف كثيرة من الأشكال دي منهم الأكاديمي اللي درس الاستشراق دراسة منهجية في الجامعات والمراكز العلمية وغالبا ما تكون أهداف هؤلاء محددة من قبل حكومات لغايات سياسية غايات جاسوسية غايات استعمارية لأنه النهاردة حروب الشعوب مش بس في ميادين القتال الجيل الرابع وحروب الجيل الرابع وإن إحنا نبتدي ندخل لثقافات الناس ونعمل بلبلة في المجتمع ونهز المجتمع فارق كبير بين أن يقوم أهل العلم بمناقشة علنية أهل علم واختصاص مش ناس متطوعة لهذا العمل تقرأ وتكتب بغير اختصاص الاختصاص وين وإلا النهاردة زي ما بنشوفه العملية الاضطراب في الصورة دي موجود وللأسف حتى موجود في الإعلان تجد بتاعي الطب يتكلم في الدين وتجد بتاعي الدين يتكلم في الطب نتكلم على لسان ننقل علم المتخصصين ماشي إنما نتكلم من غير تخصص دي مشكلة النهاردة اضطراب التخصص ده إشكالية كبيرة إشكالية بنضيع بيها جماهير من الشباب والناس أجمعين ويعنيني أكتر فئة الشباب فارق كبير بين إثارة قضايا علمية من أهل اختصاص وأهل شرف فإن دول أخذ منهم العلم وأهل ثقة وأهل الثقة دي بنقتسبها إن يكونوا أهل اختصاص مش ناس هوية أنا النهاردة لما بأصدر إلى الناس إن كل من هب ودب يتكلم في قضايا شديدة التخصص والتعقيد في غير محاريب العلم حتى لو أنا عايز أطلع بيها إلى الساحة الإعلامية لابد أن يكون ذلك على أساس من التخصص والدراسة العلمية عشان يكون في استيعاب لجميع القضايا لأنه هو ده برضو اللي صنعوا الاستشراق العملية الاستشراقية دي كان لها بعض النفع لكن مش محل الحديث الآن المؤشكلة بالنسبة لنا إنه النهاردة ما يجي واحد من هؤلاء الأجانب ليتعلم شيئاً ويكتب عنه ولم يحط بالمعارف اللي المطلوب يحيط بيها هيضل ويضل نفس القصة ما يجي واحد من جلدتنا وينقل آراء هؤلاء ودول أصلاً في سعيهم للبحث ما كانش فيه سعي مكتمل أو فيه سعي وراء هدف وغرض محربة الوحي الحقيقة له ميادين كتيرة مش ميدان واحد يعني ساحة القتال أحد الميادين وعانت الأمة الإسلامية كثيرة وساحة الفكرة أحد الميادين الكبرى اللي ممكن يدخلوا من خلالها للشعوب فيحاربوها لذلك هناك من هؤلاء المستشرقين اللي أرادوا تحقيق أهداف وغايات معينة بترمي إلى الانتقاص من الإسلام والقرآن الكريم والوحي الشريف عموماً ولذلك بتغلب على مؤلفات هؤلاء وترائق هؤلاء والأدوات بتاعت هؤلاء في إصال هذه العشوائية في العلم تجد عندهم حاجة اسمها الانتقائية والعشوائية كما ذكرها أهل الاختصاص ينقل على مزاجه عشان يسير به البلبلة والجدل وإن كان النقاش علمياً فلا يمكن أن يكون عشوائياً بهذه الصورة أبداً البعد عن الحياد والمنهج العلمي ده سائد جداً في كثير من كتب الاستشاق ومن تبعهم ومن نقل علومهم وزي ما أكدنا أنه كثير من هؤلاء كانت له مرامن من وراء دراساتهم في عالم الشرق سواء أقصى أو أدنى فيه برضو موضوع تاني مهم في قضية إنكار الوحي أنه ظهر منذ عصر النهضة في أوروبا إلى يومنا هذا يعني مجموعة من المستشقين ليهم وجهة نظر علمانية بحتة تجاه الدين عموماً بمفهوم معنى أو بمفهوم العام الشامل للدين كل الأديان بقى من أول يعني يشمل ذلك المسيحية واليهودية هم عندهم موقف من فكرة الدين عموماً وكان هناك زعماء لهذه المدرسة من هؤلاء المستشرق المعلوم والمعروف إجنس جولدزيهر وكذلك المستشرق الألماني سيودور نولدكا وقبل كده كنا جبنا سيرة سيودور نولدكا عشان نؤكد على قضية إزاي هو سعى لإنكار الوحي والطعن في القرآن الكريم وأسليب هؤلاء في الوصول إلى أغراضهم وما راميهم في هذا الأمر قضية إنكرهم أو إن الدين ليس له تصوت أو هذه النظرة العلمانية اللي هي في النهاية بتشوف إنه الإنسان يدير حياته الشخصية أو حياته الإنسان والكون بعيداً عن الدين ده بالاختصار هذا المعنى العلماني إنه هو يعيش في عالم الإنسان وعالم الكون بعيداً عن الدين الحقيقة هم كمان بتشوف المدرسة دي إنه لا يرون للدين تلك القداسة اللي إحنا يعني نراها اللي أهل الشرق بيشوفوه المسلمين عايشين ويعلمونا ذلك ومناعتبرها من البديهيات الأولية في حياتنا بل إحنا يمكننا نحن نقول إن النظرة السلبية لهؤلاء المستشرقين تجاه الإسلام بوصفه ديناً ما هي في الحقيقة إلا نعكاس لردهم على المؤسسات الدينية في أوروبا بسبب ممارساتها السابقة ضد العلم والعلماء واتهام رجال المؤسسات الدينية في عصور الظلام للعلم والعلماء اتهمهم بالكفر اتهمهم بالهرتقة اتهمهم بالزندقة وبالتالي يأتي من يحمل من المسلمين مثل هذه النظريات الغربية وبعدين يبتدي يسقطها على العالم بتاعنا يسقطها على واقع المسلمين في الشرق وهو في الحقيقة اسقط خاطئ لأن المسلمين لم يعانوا مما عانى منه المثقفون في عصور الظلام في أوروبا إنما هم كانوا بيعانوا من صراع دائما بين المثقفين ورجال الدين إحنا لا إحنا الإسلام حض على العلم والتعلم حض على العلم والتعلم العلم والتعلم ده هي حركة علمية إما بتمر بمراحل إما إنها تكون مزدهرة وإما إنها تكون خافتة عملية العلم والتعلم إما إن بيجي لها وقت بتكون مزدهرة وإما إنها بتكون خافتة Lebanon ليس أكثر ولا أقل ده بينجم عن إيه؟ عن اهتمامنا بالعملية التعليمية عملية الاهتمام بالتعليم في المؤسسات العلمية ومش هنقدر نقول إذا نرجو نهضة حقيقية في العلوم والمعارف إن المسألة هنا مسألة التراث التراث في النهاية بيعبر عن عقول أصحاب الذين بدلوا الجهد في إنهم يكتبوا هذا العلم الأصيل اللي كانت أنواره من أنوار القرآن الكريم النهاردة أنا بسعى إلى إحداث عملية من التسقيف والتنوير اللي لم تكن يصاحبها أو معها عملية في تطوير العلوم مناهج العلوم العلوم الدينية والعلوم الطبيعية زائر أنواع العلوم ما ينفعش شيء بمنأة عن شيء العملية التعليمية كلها يحصل نهضة تعليمية النهضة التعليمية دي تثمر عقول أرب العقول دي على مناهج التحليل على مناهج النقد على أسس علمية مش عشوائية يطلع كل من هب ودب يتكلم لا أنا نهاردة عايز تطوير وتجديد حقيقي لابد أن يكون قائما على مشروع حضاري كبير في تبني مناهج التعليم مناهج التعليم هي التي تصنع عقولا يقضة تسعى إلى التجديد والتنوير الحقيقي لأنه تم بناء هذه العقول على تدريبها على مناهج علمية كثيرة تستطيع أن تختار الجيد وأن تدع السيء بالعقل النهاردة أنا بجيب التراث جهد هؤلاء الأسبقين وأطعن فيه بغير علم وبغير منهج علم مع أننا في الجامعات العلمية وأهل البحث والعلم عارفين كده أننا بنمارس العملية النقدية بمنتهى الأريحية على سائر العمل والجهد الإنساني والإنسان على قدر طاقته البشرية يسعى وعلى مدى امتلاكه الأدوات العلمية في البحث والنقد والتحليل النهاردة أنا عايز عقول تأتي بجديد لابد من تبني مشروع حضاري ضخ في إنشاء مؤسسات علمية عامة تسعى إلى بناء العقل الإنساني بناء منهجيا علميا يشمل كل أنواع العلوم والمعارف مش الدين بس والعلوم التانية لا كله أنا النهاردة بطلع عقول نيره بمناهج علمية مش بتسيطر عليه أفكار الأقدمين إنما بيسيطر عليه المنهج العلمي لأنه هو ده اللي بي يقدر ينقض ويمارس العملية النقدية على انضباط علمي ويقدر أنه يحلل ويفهم جهد الأسبقين ويضيف في عالمه الحاضر ما تفيد منه البشرية وتفيد منه البشرية في كل المجالات دي مسألة مهمة جدا الحركة العلمية اللي هي العلم والتعلم بتمر بيها مراحل من الازدهار والخفوت هذا الازدهار وذلك الخفوت لا يكون إلا بسبب مدى اهتمامنا أو عدم اهتمامنا بالمؤسسات التعليمية بن الحنيف يحضنا على العلم والتعلم اقرأ باسم ربك الذي خلق لأن نصوص الوحي الشريف جميعها القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة داعمة للتعلم والتعليم من خلال الحض على مطلق طلب العلم بما فيه العلوم الشرعية مطلق طلب العلم النافع من خلال الدراسة المتخصصة زي ما ربنا سبحانه وتعالى أمر المسلمين فلولا نفر من كل ثرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون إنه في طبقة بتتخصص في طلب العلم وتعليم العلم الإنسان ما يستأثرش بالخير لنفسه خيركم من تعلم القرآن وعلمه وأمرنا بطلب العلم والسعي إلى طلبه في سائر النصوص الشرعية يبقى إحنا مأمورين بقى المقصود بقى تطوير هذه العملية التعليمية لإيقاظ العقول من غفلاتها ولإيجاد ما نتمناه ونرجو فالإشكالية مش في التراث الإشكالية في العقول وعشان تبنى العقول لابد من تبني هذا المشروع الضخ في إثراء العملية التعليمية عن طريق النظر في المناهج التي تقدم لإيقاظ العقول وتدربها على العمل العلمي وده في سائر المراحل التعليمية بنأكد إن الوحي الشريف نزل على الأنبياء والمشسلين الوحي ده عبارة عن المنهج اللي بيحدد للإنسان الطريق بتاعه الذي عليه أن يسلكه ليصل إلى ما ينفعه ويجتنب ما يضر وبيبين له كمان المنهج الرباني ده إنه زي استسمر الطاقات بتاعته وينتفع بالمواهب اللي ربنا سبحانه وتعالى ذللها له وجعلها في خدمته وده من طريق أو عن طريق القانون والشريعة التي تؤسس له ما يضمن لهذا الإنسان سعادته في الدنيا والآخرة ومن هنا يظهر لينا وتبدو الحاجة الملحة إلى إنزال حاجة البشرية إلى الوحي وإلى ضرورة إنزال الوحي ومن لطف الله بالعباد إنزاله للوحي من الخالق العظيم نزل هذا الوحي على أنبيائه لهداية عباده ولولا نزول الوحي والقوانين السماوية لم أجد بحار الإنسانية ببعضها ولطغى الإنسان في كل شيء أصبح خلقياً اجتماعياً فكرياً سياسياً بل في جميع المجالات التوحيد التوحيد الذي أرسل به جميع رسل الله تعالى قاطبة وهو أنه لا إله إلا الله التوحيد هو سر بناء الحضارات وهو سر الازدهار الإنساني والكون الحقيقي بعيداً عن التوحيد نجد وتكون صناعة الاستكبار والمستكبرين في الأرض على يد إبليس وجنوده وصدق الله تعالى القائل في بداية سورة الحج ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير صدق الله العظيم أهلاً ومرحباً كل السادة المشاهدين الكرام ومشاهدي القناة الأولى المصرية والفضائية المصرية وقناة أهلاً ومرحباً بالجميع ننوه سريعاً على صفحتنا الصفحة الرسمية لبرنامج قلوب عامرة مع الدكتورة نادي عمارة اسم صفحتنا نتلقى أسئلة حضرتكم بنجيب عنها في الحلقة المخصصة للرد على الأسئلة وهي بتكون كل يوم أربع من كل أسبوع نحن نلتقي وحضرتكم من السبت إلى الأربعاء من السبت إلى السلثاء بنكون في رحابة تفسير الموضوعية لصور القرآن الكريم وبنتلقى أسئلة السادة المشاهدين معنا على الهواء مباشرة تنقدر الطاقة وحاول الإجابة عنها في ذات الحلقة أو في أقرب حلقة ويوم الأربع هو المخصص للرد على أسئلة حضرتكم اللي بنتشرف باستقبالها على صفحتنا وبنعرض كمان لكتابنا كتاب قلوب عامرة فنسأل الله سبحانه وتعالى القبول والتيسير معنا أستاذة خيال أهلاً أهلاً إزاي حضرتك أهلاً الحمد لله يا أستاذة خيال وإسم الجميل قوي ما شاء الله كل حاجة أنا عمزة تقال حضرتك أنا حد قال يا بالتدى إن إحنا عند ربنا ماضي هل ده صح؟ إن إحنا آه يعني المستهنين يعني يكونوا كونوا عند ربنا ماضي حاضر حاضر أيها؟ حاضر هرد عليك يا خيال وليلي سؤالك التاني سمت في رمضة 24 جنون سمت سمت في ستة قبيل عادية ستة من رمضان سمم بعد كده على مدار الأيام عادي وأنا لازم سمم على طول آه الأيام اللي عليك يقضاءها في رمضان اللي فاتتك صيامة عشان الحيض يا آه حاضر لازم وراء رمضان على طول ولا معايا وقت يعني لا آه يعني أنا مستم تقضاء عشرين يوم في رمضان وبعادي سمت الستة البيضة علي ستتقضاء في رمضان سمتم بعد رمضان عادي اللي هي الأيام اللي أنت فترتيها لسه ما صمتهاش آه عادي حاضر 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 يا خيال في حاجة تالتة في سؤال تالت هو يكتبه لا الصوت شوية قوليلي تاني بالراحة دعاء يقوله وقت الامتحان حاضر هقولك اللي بقوله لابني حاضر معانا أستاذ أحمد حاول تاني أستاذ أحمد أستاذ نغم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسلم وحضرتك طيبة أنا عندي أسئلة كتير النهار ده أسفين يلا لا بالعكس أنتو بتشغلون كوي تفضلي واحدة ماتت النهار ده حسابها يكون ذا اللي ماتت بقالها 30 سنة أو 40 سنة واحدة ماتت اليوم اليوم هل يكون حسابها ذا اللي بتتعدي بقالها 30 سنة في الطربة يعني مش فاهمة لسؤال يعني فترة العذاب واحدة بقى 30 سنة ميتة آه زي واحدة عتكون ميتة النهار ده واليوم عند ربنا بقالت سنة مما تعذون أيها بس فترة عذاب ليه أو أنت بتكلميها ليه من منظور العذاب يعني الحساب بحد ذاته يعني حاضر السؤال اللي بعد كده أي الفرق بين النبي والرسول الفارق بين النبي والرسول حاضر السؤال اللي بعد كده عندي كراسة بكتب فيها مزانية الشخر هم بكتب بإذن الله إن شاء الله الحمد لله لما تخلص الكراسة بيأحرق وراها عتبتها رض الله ولا ممكن أضطحها ورميات سنة المهملات هقول لها حضرته قولي تاني السؤال اللي بعد كده جمع رجل رجال فما جمع امرأة نعم جمع رجل رجال فما جمع امرأة حاضر السؤال اللي بعد كده كيفية سجدة الشكر كيفية سجدة الشكر السؤال الأخير أنا آسفة جدا لا ولا يهمك فيه مرهم بحطه على رجليه فأنا بتودى قبل ما أحطه ولكن في السؤال اللي بعد كده ما بقى خايفة للماء ما تكون في وسطة لرجليه فأعمل ايه؟ المرهم ده بتبص البشرة يعني بتمصه اه بتمصه تقريبا اه اه طيب انتي يعني هي لازم ساعة الوضوء انتي بتدهيني قد ايه في اليوم لا انا بقدر ثلاث مرات في اليوم اه فلازم هيعدى علي صلاة يعني اه فانتي خايفة انه الديهان يمنع الوضوء ايوة ايوة حاضر حاضر حنطلع الفاصل وان شاء الله ربنا يعني بقى على اسئلة الاستاذة نغمت ان شاء الله اهلا ومرحبا بحضرتكم مستاذة خايفة بتسأل انها سمعت ان احنا عند ربنا ماضي هو علم الله تعالى الله سبحانه وتعالى هو العليم العلام سبحانه علم الله علم شامل محيط ملوش علاقة بالزمان لان ربنا هو خالق الزمان والمكان وكل ما في الكون ده سابق في علم الله تعالى الله لا يجري عليه زمان ولا مكان الله خالق الزمان والمكان فكل ده في علم الله الشامل المحيط المخلوق ليس كالخالق وانا ماجي افهم الله العليم الله المحيط بكل شيء بفهم انه الله المخلوق غير الخالق جل جلال الله بالنسبة لي انك عليك ايام انتي ما صمتهاش هل في رمضان لعذر الحيض او لأي عذر هل ان انا لازم فور انتهاء رمضان القيام بالقضاء لا يشترط التتابع اولا انك انتي بعد رمضان عندك تقدري تقضي وعلى الساعة وما بيشترطش التتابع في قضاء ايام رمضان مش لازم ان انا بيكون ده على حسب الطاقة مش هصومهم وراء بعض ومش لازم على طول وراء رمضان ستين عائشة كانت تقضي ما فاتها اداءه في شهر رمضان في شعبان قبل ان يدخل رمضان المقبل احنا بنفهم انه هنا القضاء على الساعة لكن الانسان ممكن تخديه بقى اتنين وخميس تخديه على فترات على حسب الطاقة بتاعتك صاحبة السؤال الدعاء اللي يقوله اولا يقول يقرأ صورة الشرح ويقول وهو داخل اللجنة الطالب اللي عنده امتحان يقرأ صورة الشرح وهو داخل ربي ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطان النصير فالانسان يدعو بهذا الدعاء اللي علمه لنا القرآن الكريم انا فتحت ورقة الامتحان وبدأت اجاوب اذا وقفت معايا شيء اقول بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم دي سر الله المكنون سر الله المكنون بسم الله الرحمن الرحيم بحضور قر بعشان المدد يأتي للانسان واقول بسم الله الفتاح اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق بسم الله الفتاح اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق اصلي على سيدنا رسوله وان شاء الله ربنا يفتح ويسر ورب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لسان يفقه قولي يقرأ هذه كذلك اللي بقى يتذكر الأستاذة نغم أسئلتها معانا ما شاء الله الأستاذة نغم بتقول وحدة ماتت اليوم هل حسابها زي واحدة من ثلاثين سنة دي من الأمور الغيبيات يا أستاذة نغم اللي لا علم لنا به إلا لو الوحي أنبقنا عن طريق سيدنا رسول العيسى والسلام إيه اللي حيجرأ إيه المدة وقلنا إنه الزمان والمكان ده شيء يعني له حسابات في الدنيا غير الحسابات في البرزق غير الحسابات في الدار الآخرة الإنسان ما بيدخر القبل بيرى مقعده من الجنة أو النار وده في حد ذاته تنعيم وتعذيب ليه؟ لأن لما شوف أن أنا مصري جهنم أكيد أنا نفسي مؤرقة ولما شوف أن أنا من أهل الجنة أكيد نفسي منعمة لكن عذاب الله لا يكون إلا في الآخرة اللي هو بعد إقامة الحساب ويأتي بعد الحساب العقاب بالنسبة ليه الكراسة اللي حضرتك بتكتبي فيها ميزانية شاوة بكاتبة إن شاء الله بإذن الله لو أنا كاتب لفظ الجلالة أو المشيئة أو ما شابه ذلك في ورق عندي أنا إزاي أتخلص منه أحرق الورق ده أطعوا كده وأحرق لكن مش همسك الكراسة ورميها في سلة المهملات بالنسبة ليه جمع رجل رجال ولكن ما جمع امرأة في اللغة العربية يعني جمع امرأة هناك يعني طبعا من الألفاظ في اللغة العربية ما لا جمع لها من لفظها نحو كلمة امرأة يعني وفيه برضو في اللغة العربية ما ليس له مفرد من لفظه زي كلمة نساء فأنا عندي امرأة ما لهاش جمع من لفظها من كلمة امرأة والجمع نساء ونساء ما لهاش مفرد من لفظها زي برضو أقال عفريت من الجن الجن جمع المفرد عفريت أو جني مثلا يعني وهكذا نشوف بس انه ساعات اللفظة نفسها ما بيبقاش من ذات اللفظة منها المفرد أو الجمع بالنسبة لكيفية سجدة الشكر بعمل تكبيرة وبنزل يعني تكبيرة ونزول ثم تكبيرة وقيام والدعاء والتسبيح وبيشترط الإنسان انه يشترط له الطهارة عنده جمهور الفقهاء وده بالعقل يعني أني أستعمل الماء أولاً ثم بعد ذلك أقوم بأدهان الموضع المصاب وبعد كده أبتدي أصلي حيأخذ وقت إلى دخول الفرد الذي يليه وقال ربكم ادعوني أستجب لكم يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام اللهم إنا نسألك بمحمد النبيك وإبراهيم خليلك وموسى كليمك وعيسى نجيك وروحك وبتوراة موسى وإنجيل عيسى وزبور داود وفرقان محمد صلى الله عليه وسلم وبكل وحي أوحيته نسألك نسألك نصرا عزيزا نسألك فتحا مبينة نسألك عزا عظيما يا من بيده ملكوت كل شيء إنك على كل شيء قدير نسألك نسألك يا الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وأن تدفع عنا كل الفتن والآفات وتقضي لنا يا مولانا في الدنيا والآخرة جميع الحاجات ستر العرش مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا بحول الله لا يقدر علينا بحول الله لا يقدر علينا بحول الله لا يقدر علينا والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا يا من كنت قبل كل شيء والمكون لكل شيء والكائن بعد كل شيء اللهم اجعل لغزة وفلسطين والسودان وسائر بلادنا فرجا ومخرجا اللهم اجعل لنا ولهم بحق ليس لها من دون الله كاشفة فرجا ومخرجا اللهم اجعل لنا ولهم فرجا ومخرجا بحق ليس لها من دون الله كاشفة اللهم اجعل لنا ولهم فرجا ومخرجا بحق ليس لها من دون الله كاشفة اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله اللهم صلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين اللهم أمين نستودعكم عناية الرحمن الرحيم موسيقى موسيقى موسيقى